موسيقى شاهدين الأفضل المتتبعين لينما كنتم نرحب بكم في برنامجكم واش قالوا وهذا العدد الخاص بمباراة الجزائر ومالي ومباراة الجزائر والمنتخب التونسي الشقيق طبعا في الفقرة الأولى سنهتم وسنتحدث عن المباراة الأولى التي فاز فيها أشبال الكوش جمال بالماضي بهدف رياض محرز ووصلوا ل 26 مباراة من دون هزيمة وهو رقم قياسي وتاريخي لأشبال الكوش جمال بالماضي سنتحدث عن كل الجوانب سواء الطاكتيكية أو حتى البدنية ربما بعض النقائص التي تحدث عنها الجمهور المتابع البعض قال بأن المنتخب كان بعيدا عن المستوى البعض أرجع ذلك إلى وسط الميدان لكن المهم والأهم أننا فزنا وبقينا في سلسلة الانتصارات خاصة داخل أرضية ميداننا وأمام منتخب عنيد إفريقيا اسمه منتخب مالي سيشاركنا اليوم في هذا العدد اللاعب السابق للمنتخب الوطني جمال أولمان جمال أولمان أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا سيشاركنا أيضا محلل قناة الجزائر أنوان والذي شاركنا في الأعداد السابقة أستاذ ناصر عامر أهلا وسهلا بك سيشاركنا أيضا في هذا العدد اللاعب السابق سوفيان عطاف والذي كانت له تجربة ويعرف الكرة التونسية في تجربة سابقة له كان قد لعب في الدوري التونسي سوفيان عطاف أننسا شكرا لكم على الدعوة وشرف لي كبير ليعني معكم ومع أرمضة من نجوم ليعلم معنا حقا ولنا شرف أيضا قلت سنتحدث عن الجانب التكتيكي خاصة في تلك المباراة وأسلوب جمال بلماضي الذي أيقنا من ناحية أولى أنه يبحث عن ربما وصفة جديدة قد تطيح بالمنافسين ويبحث عن وجوه جديدة في المنتخب الوطني الجزائري وربما خاصة في وسط الميدان عندما شاهدنا تغييرات بالجملة لوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري جمال أولمان شفنا تغييرات جذرية في وسط الميدان ثلاثي لم يقدم الكثير في الشوط الأول هنا في الشوط الثاني شفنا الأربعة أربعة أثنين وتحركات هجومية لكن وسط الميدان بقي نقطة سوداء في مباراة الجزائر ومالي قبل كل شيء بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله شكرا على استضافة وحافظة الاستقبال نحييكم نحيي مسؤولين قناة الجزائر يوان ثم لكم نجح فيما يخص المقابلات على الجزائر ومالي أبالك إحنا الجزائرين كلنا مدربين كلنا انتقاديين كلنا محلين كلنا سياسيين كلنا سياسيين ولكن كين رايش جوق في كل في كل وضعية كين رايش جوق سياسيين في الرياضة في العامل في التجارة كين نشاف دوركاستر وريش الجوق هو جمب بالماضي على الحية وعلى كل حية حية خالصة مقابلة ضد المالي كانت مقابلة تجريبية في مستوى يعني لبس بها مش نقوله مستوى عالي عالي ولكن كان مستوى مقبول لأنه فريق مالي فريق قوي قوي جدا من أقوى الفريق في إفريقيا نعم من أقوى الفريق في إفريقيا واللعبين المالي لعبين محترفين عندهم تجربة كبيرة والمقابلة ضد الفريق الوطني أبالك ما تنسوش باللي الجزائر هي بطل إفريقيا يعني كل واحد حاب يربح والجزائر هي سيلي كيبا بطل مركا جميع فريق يلعب ضد الجزائر ولو يكون يعني في الأضعف مستوى يلحق الزاري والإسباع هكذا نعم يقول لي يعني قوي وما دبير يربح فريق الوطني في مخص المستوى تعل المقابلة المستوى تعل المقابلة كانت مقابلة تاكتيكية طبعا تاكتيكية وفريق مالي في شوط الول كان قوي 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 في وسط الميدان والسيطر سيطر على وسط الميدان وكان الفريق الوطني الجزائري كانوا عنده كانوا عنده مشاكل كانوا عنده مشاكل الحمد لله يعني ما ملتقيناش أهداف وفي الشوط الثاني في الشوط الثاني طبعا طبعا الناخب الوطني غير طريقة تاكتيكية تاكتيكية طبعا ودخل بزوج مهاجمين واللعبين يعني اللعبين ديال الوسط الميدان اللي كانوا في الشوط اللوول كان يعني كان لعب شرتو ستانجراتيرال ستانجراتيرال واللي ما نقولوه كان ما نقولوش كان ضعيف ما نقولوش كان ضعيف يعني نكونوا موضعيين ونكونوا يعني نهضروه بطريقة طريقة رياضية بوداوي تاني مقابلة ديالوه كشاب كلعب لي عنده طموحات عنده مستقبل الاخرية هاداك المنصب تعاوه ما وش المنصب ليو يلعب فيه في الفريق التاعو فريق نيس ما وش المنصب تعاوه ولكن الناخب الوطني قرر باش يجربوه في هاداك المنصب اللعب ذاك زروقي نعم زروقي نعم زروقي هاداك كيف كيف اللعب تعاوه قنابي انه هالثلاثي او من سابع المستحيلات انه يمشي مستقبلا وهي تجريب يعني هي مباراة ودية والهدف منها تجريب طبعا لازم تجريب زروقي صغير بوداوي صغير لازم نشوفه شوية بعيد نعم كاس العالم او قريب ها في كاس العالم عندنا عندنا ناصر واحد الخمسة و الست لاعبين خمسة و ثلاثين ستة و ثلاثين سناه ربعة و ثلاثين سناه والفريق تاع المستقبل وراه دونك الناخب الوطني ما ما نحكموش عليها يا جماعة نكونوا عقلين نكونوا شوية شوية سبورتيف نكون شوية ريالدين نحكموش راهو يدير في التجارب هادو مقابلات ودية طبعا المقابلات ودية ماشي ودية كما نقوله احنا بتمام الكلمة عندها طبع عندها طبع هناك نسبة للفوز وهناك نسبة من اجل التجريب وهناك ربما نسبة الاكبر تكون من اجل الفوز وفي نفس الوقت نجرب ونبحث عن اسلوب خاصة من اجل الفوز طبعا طبعا وهذا وهذا الطريقة يعني تعمل مدرب سجاعة نعم فيها بعض كان جاهد المدرب بن قوسي ناظر شوية كان جاهد يحوس عن نتيجة و يحوس يلعب المقابلات للجمهور و يحوس يحوس و يحوس و يحوس واحد يجيل بالفريق التاع والبين بشير بحيه ما دام ما دام ما دام نعم ويهدف للوصول مستقبلاً لأبعد الحلول أستاذ ناصر نتكلم عن المردود الهجومي في الشوطة الأول رأينا فرصة وحيدة ربما لديها محرز وهي تسديدة وكان بالإمكان أن أتغالب حارس المرمى وحارس المرمى كان مركز في جيهة وغيرة الشوطة الأول كنا بعيداً من المستوى المنتخب المالي كان أفضل لكن من ناحية أخرى رأينا جمال بالماضي لا يبحث عن الهجوم لا يبحث عن اللعب المباشر الذي يتعود عليه في المنتخب كان يعتمد على إخراج الكرة من الخلف بإمكان جمال بالعمري أو عيسى مندي أنه يلعب الكرة مباشرة جمال بالماضي كان يبحث عن أسلوب جديد للمنتخب الوطني جزائي شوف هو فعلاً وجدك تقولي لكن الفريق المالي هو فريق لا يستهان به بالماضي ذاكي طريقة لعب الفريق المالي تشبه طريقة لعب بوركينا فاصل ولهذا لعب مع الفريق المالي فريق المالي عنده فريق متكامل كله في أوروبا إلا حارس المرمى الجزائر المالي 25 مقابلة فزنا ب13 فزعلينا ب10 و20 تعادلات الفريق المالي متواجد في 57 عالمياً حتى هو ليس فريق ضعيف حتى السؤال اللي قلت لي على الهجوم بتاعنا المالكاش على الأسلوب يعني افتراه ما كانش همزة توصل ما بين الدفاع وسط الميدان كان الوسط الميدان غايب ولكن ما نحكموش على أولادنا الخطرة الأسبوع الفات كنا تكلمنا على قديورا لو كانوا اثنين من قديورا احنا غياب بالناصر وغياب فاغولي كان قديورا يلعب بارتياح يمد الواحد لقدامه هذا المقابلة كان كل البعد ما بين زروقي و قديورا قديورا يجيب الكورة لما يرفض وراه ما يرقاش يعودوا للورا لهذا كان خالل حوالي 30 بلك 20 متر كان فراغ ما بين الخط الهجومي والخط الدفاعي و ليس الوسط الميدان لأنه الوسط الميدان كان إلا لاعب واحد كان يخدم ولكن هذا مقلل شمال مرضود الشاب بوداوي أو بزروقي هذا علش كنت نقول لك ما زال الحال على اليجان سيبيان دافواغ هكذا كنت يدفو ثلاثة أو ربعة يعني في وسط الميدان بتاع عشرين سنة و واحدين سنة يعني بالمقابلة لأخذها سلم بدرجة بدرجة يصبح إن شاء الله كيمك ديورا سواء زروقي ولا بوداوي حتى كبوداوي ما هو المنصب بتاعه لليلعب فيه في نيس لما قال الأستاذ هل بالنسبة لنا أستاذ تعنا نعم بوداوي عندما العب في الفياح أمام تنزانيا ربما أنه تنزانيا والمالي فرقبير نعم بوداوي قدم مباراة خرافية كان بيمكنه أن يسجل حتى من ناحية الهجومية من تنزانيا فعلا فعلا لكن تنزانيا ومالي مستواب وتبع ليس كيف كيف هني الفريق المالي هذي أعوام ما يفوزوش عليهم في كل مرة الفريق المالي تخلي الجزائر به يلعب ويربح احنا كنا الحسو آخر مباراة جماعتنا مع مالي قبل هاتي مباراة كلها قبل مباراة قطر كانت مباراة رسمية مباراة قطر فزنا عليهم ثلاثة وثلاثة 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 كان لهدف أنا ذاك منجاح وبالليلي ودولور يعني دولور كان نسجل أول هدفه مع المنزخب الجزائر فعلا فزنا عليهم بهدف كار المجاني من مخالفه والمباراة كانت مغلقة فعلا يعني حتى بتغيير المدرب أنا ذاك كان أظن كريسيان كوركيف مقابلة رسمية نعم ولكن في التصنيف الفيفا نحن نبحث على التصنيف الفيفا ومفاريق لا يستهانوا به جاء للجزائر حتى يبين نفسه مع إملاق أفريقيا نحن نحوسه على تحسين الفيفا هو يحوس من تصريحات مدرب مالي كان فخور بلاعيبه لأنهم قدموا مغارات بطولية أمام أفريقيا قدموا مقابلة كبيرة أنا كان واحد ما كان يستنى فيها أنا كنت لأنا صرحت بأن الجزائر ستفوس 2-0 أعلم نعم المردود كي شفت هكذاك يعني عدت نقول بالك غلط وش كنت كنت نقول لأن المردود اللعبين عندهم الخشونة السرعة في التنفيذ السرعة في المراوغة عندهم فورس دي بنتراسون اللي ما تشوفهاش يعني حتى في اللعابين نعم القول في المرحلة الأولى صفيان عطاف يمكن القول بأنه لم نجد اسم يوس بالليل ولم نجد بونتجاع حتى في المرحلة الأولى ورغل أنه في المباراة السابقة وفي الودية السابقة بونجحوا بالليلي قد سرقوا كل الأضواء وقد قدموا مردودا خلاطينها وقد ندخلها بالليلي ربما متأخرا لكن في مباراة مالي لا وجودة لا لبالليلي ولا لبغداد بونتجاع أول شيء نقول لك اللعب كان معانتهم مغلوق كل جوانب كل جوانب الحاجة الثانية احنا شفنا بالليلي وكانوا بالليلي وبونجح كانوا الفريق المالي كانوا بازع عليهم كانوا كانوا يملاعبين مركاج مركاج لذلك فهنا الفريقين يعرفوا اللعب فريق المالي يعرف فريق الجزائري كشي لعب فريق الجزائري يعرف فريق المالي كشي لعب لذلك المقابلة كانت بزاف سيري نحن كنا نشوفوه كان لعب ما كاشا من رغم هاداك حنا شفنا الميليوتيران اللي لازم باش كورة تخرج من الوصط الميدان وطرح الهجوم ما كانتش كان دفاع معانتها كان صارع له ضغط كبير فيه كانت من يلاحب عن ذلك بمقابلة كان يعاون بوداوي كان يعاون ذروقي ميخفى particular زروقي أول مباراة له كان يشوف المنتخب الوطني في التلفازة كان مشجع الفريق الوطني ها تم باراة ومرت während الها أول مباراة آم منتخب عانيد وموظ ميدova ضغط شاب روحو فوق أرضية الميدان مع اللاعبين كان يتمنى بشي لعمها. مشي حاجة سهلة بشي تكون في وسط انت تشوف بليلي بونجاح تشوف محرز تشوف دونك سليماني حاجة أحد أخرى لجوار تماليك لجوار كوستو معانتها بل نجاح يمكننا تشوف في المباراة هذه المباراة من المباراة بل نجاح يلعب دهره. لنسبة لكي تكون في وسط الديفونز المالي بالفورمة هذه لنسبة لكي تصدق على الناس. اللي دخل سليماني وخرج من مجاح صار لعب مباشر أربعة أربعة أثنين أربعة أثنين لطريقة تغيير طريقة تغيير ربما اللاعب والمنصب نعم هي اللي خلتها نعم نعود لي الأستاذ جمال ألمان نبقى في يوسف الليلي خرج يوسف الليلي ودخل آدم والناس آدم والناس جاء للمنتخب يتنفس آدم والناس قدم المرضود رائع جدا قبل أن يخرج موسى هل ترى من أنه خاصة أنه جمال بالماضي صار يقحم آدم الناس في كل مباراة وآدم الناس صار يقدم ما عليه وأكثر هل ترى بأنه آدم الناس يستحق أن يكون أساسي هناك لعب للمنتخب وهناك لعب لنادي تقول لي بأنه الناس يلعب في نادي كورتوني ومستقبلهم مش واضح وكذا وكذا لكن هل ترى بأنه آدم الناس يستحق المكان الأساسي في المنتخب أدم الناس لعب شاب نعم ناشل إنسان عنده 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 تقنية عنده خلق العالم وعنده لعب بارع وعنده مستقبل يعني الاندماج أدم الناس في مكان في الليلة ما يعنيش باللي أدم الناس يكون أساسي ولا بالليلة يكون أساسي لماذا؟ أبك كل كل مقابلة عنده طبعة ديالك كل مقابلة عنده طبعة ديالك هو طبعة تاكتيكي نعم المدرب يدير تشكيلة يدير تشكيلة تاعه كل مختلفة كل مختلفة كل مختلفة أنه في الكرة الإيطالية رغم كل إمكانات الكرة الإيطالية يعتمد على الجانب التاكتيكي أدم والناس من الجانب التاكتيكي غير منضابط مقارنة بلاعبين آخرين عنده إمكانيات يصنع لك الفارق لكن من ناحية التاكتيكية مثلا تقول تمركز في المنصب فلاني أو ساعد لعب فلاني توقع دائما يبحث عن الحرية التامة وهؤلاء اللعاب الذين لديهم من هذا الناحية يعتمد على هذا الناحية وما تلعب في أوروبا وما تندمج للشما تاكتيك تاكلي يقول لك راح لداركم وهذا ما حدث بالضغط مع نطول يقول لك راح لداركم هذي مفرغين منها اللعب اللي ما ينضابتش مع الشما تاكتيك تاع المدرب هذي ما مستحيل المدربي قردي هذي 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 شي باين شي باين هذي تقول لداركم العب لعب فريق وليس فريق وطني لا نسوي بالفريق الوطني أصبحت للعب لدينا منافسة قوية بزاف في منصب الناس والناس يلعب في منصب الرياض محلط في مكان بالليلي نأجد بالرحمة نأجد بالرحمة كان بالليلي فغولي يلعب تماما حتى محرز يلعب تماما لذلك. C'est الرضاق! غير كمحي. إذن لم تكن قول محاولة حاليًا ، أبداً اعطاء هذا السابق ، هل هذا ما يعتقد انه قوائناً؟ لذلك، أنه ما هو محاولة؟ لذلك، لذلك كلام من شخص الحياة ، هذا هو مجمع العالمي ذكر. الآن، يجب أن نرى محاولة بناتناه وكلت شعره. يعني لا نزكي على الله أحداً، لا نزكي في بالماضي ولا يعني بكل احترام تاني ليه تولي ريسبي دياني يطان تان تفعلن طرفي اكستر اوردينا مي راو يدير في واحد الخدمة أنا نقول هالك انطنك لعب قديم لعب دوالي قديم ومنا وشفنا المدربين اللي جازوا الفارق الوطني ما كاش اللي يدير خدمة وشوي دير هو أنا نقول هالك ونتحدى إيه إنسان وشوي دير بالماضي حالياً ما كاش اللي جازوا في المدربين اللي جازوا حكموا الفارق الوطني من سانة يا شيخ جمال من وقتها هذي يعني انتار كبيرة لنا شوية وتعرف خل منها يعني من أي سانة وحنا نشوفوا في هاتشي في المدربين اللي فاتوا صافي دو بيلار دي طونا من هالنشفاء هالكو اللي قام نشفاء اللي كيب ناشونال من اللي بدأت متاع ستينات ورواح ستنات ورواح كانت مركزة على بعد اللاعبين على أشخاص نحنا نقوله أشخاص ولا لعبين مدل اسم اللي احبيت سميهم كي ما احبيت الفارق الوطني كان مركز على لعبين ولا تغيب اللاعب يغيب المنتخب فقط محالياً فارق الوطني الحالي اللي كونه بالمدين انتفهم مليحة بالمدين انتفهم مدرب مدرب وراوي كوض في فريق وهذا الفريق لما نشوفه الأخر اللي ما يعرفش الكرة القادمة يشوف الأغلبية تاع اللعبة كانوا مع المدربين السابقين لما كانوا نفس الفريق كانوا قعمة خلاص القول أستاذ ناصر نعود لبداية المرحلة ثانية وهدف رياض محرز رياض محرز كان بعيدا عن المستوى ألمنا رح كثيرا لأن المباراة كانت مغلقة كما تكلمنا لكن يبقى المنقذ الأول للمنتخب يبقى ذلك الكابيتانو الذي يعتمد عليه جمال بالماضي تحركاته دائما ما تصنع الفارق سجل هدفنا رائعا وربما أهدان فوز جد جد مهم أمام المنتخب كما تقول أنت هو هدف عالمي حتى الطريقة اللي يسجل به برودة عصاب تم ولكن الناس تقول لك في الشوطة الأول ما كناش شطن تاني تاني تحسنها أنا نعطي كما خلاصة حتى بالماضي عرفه وش يدير كان يحوس على الوزيرتها كثير من الوجب متصفح الله أعلم أنا ما اسمه كان يحوس عليها حتى الشوطة الثانية المنتخب الوطني كان بعيد لو كان تدير إحصائيات المقابلة في الشوطة الأول تلقى 6040 في الشوطة الثانية تلقى 5545 للجزائر كانوا أحسن مننا ولكن شوطة أول ما كانش عندنا فرص ما كانش عندنا شوطة أول ما كانش عندنا شوطة أولا بدخول إسلام سليماني ذا كاء المدرب والطريقة اللي كان ينبع بيها في الشوطة الثانية ناس غلطة أربعة ثلين أربعة الناس كانت تحسب كات كاتدور ما يشوف شوطة أولا بدخول إسلام أدم الناس لم يكن كمهاجم كمتوسط ميدان ما كان يخرج وش كنا نقوله مش من ضابط أدم الناس كان يمشي بوكو بليسوفونسيف أدم الناس هذه التاريقة اللي خلاته باش يسجل كنا قادرين يسجلوا هدف تاني ضياحة يسبليلي كان أعمل هنا كنا تكلمنا على المردود اللي قدموا أدموا الناس من أحسن اللاعبين وش عندنا احنا في الجزائر مثل ومثل بالرحمة لعبين عندهم لكن في المنتخب أدموا الناس أفضل بكثير نتكلموا على مردود في المنتخب في المردود في المنتخب لا حتى في الفراق اللي لعب في نابولي أو في الإنجليترا بالنسبة لبالرحمة في ويسترام نعم كيف كيف مومش اللعبوا علش دونطري وما يكملش قاع المقابلة ولا يدخل في الثاني الأخيرة ولا في دقائق الأخير أمنين لما قال شيخينا الأخ جمال يقول لك عدم الإنضباط في العوالم الطاكتيكية اللي يحطها المدرب المدرب إذا قال لك اللعب هنا يعني اللي قوش تروح له شاكفو شاكفو يعيطنا معك لا تقرأ و تدخل يفهمك و يدخل ما كانش هذه مدرب تشوفه فئة شبانية وتعيط وتفطن ولا أخر أنا نقول حتى أولو أني لم ألعب لاش أنا النتيجة إما جنيبو أحنا لعبنا مليح و خسرنا آه الناس قاعدت قبل هذا أنا نربح لا فينا دولا كوبدا في خيك أي لعبت مليح و خسرت ما عندك حتى نجمع هل ترى من هذا الجانب بأنه أفضل شيء في تشكيل جمال بالماضي حاليا هو عنصر الفعالية في أيام زمان أيام مثلا ربح سعدان كنا نسجد و عشرين كرة نحو المرض فعلا ولا نسجل في وقت جمال بالماضي نسجد تسهيله واحدا نسجل و نفوض شوف الأخ سفيان جمال وش قال لك برك المنظومة الكروية بكريك كل فريق وطني كانوا عندنا لعبين ما يتنحاوش و سيتوكي ديسيد الوقت الحالي عدنا ثلاثين لعاب حتى أربعين لعاب تخرج جمال و ادخل سفيان عطا كيف كيف يمد لك حتى الليجان يدخلوا هذا الماتش اللي فات زرلوقي و مدوا اللي عليهم ما هوش المرضو تعب الناصر فقط لانه اللي فايتك بليله فايتك بحيله وين تلعب و لا راك تلعب الخبرة اللي عندهم تعفغوا لي تانيك هذو ولادنا صغر هذو انا كنت نقول لك و نعاود لك قديورة هدرنا على السن دياله بإمكانه العطاء حتى بعد الكأس العالم ان شاء الله في قاطر و هذو من اللحقوا للكاس العالم في قاطر حتى هذو ولادنا بوداوي و كاين أربعة و خمسة في وسط الميدان أخويا جمال حتى هذو يلحقوا بالمستوى تعقديورة و بل كيفوتوها ان شاء الله نعم 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 ن فايتني سواء كراويا ولا علميا أنا كنت نخافه كي كان كنت نلعب معه كنت نخافه نخافه من جانب اللغيس بي نخافه يعني ينظر فيك تفهم هو يقول لك بكري يقدر جامل ما يش نقول له هو يقول له نحي فلان ودير فلان بك ما كاش هذه حاليا ما كاش ما كاش الحمد لله نصطنا ربي مع مدرب في الماضي إن شاء الله ربي هذه البداية ومازال إن شاء الله أتمنى لهم كل التوفيق صفيان أطاف شفنا الاعتماد على الكرات الثابتة في مباراة الجزائر ومالي أكثر مما شاهدناها في كل مباريات المنتخب كل الخطورة أتت من الكرات الثابتة طبعا مع هذا الهدف كرات عديدة وركنيات خاصة في المرحلة الثانية من ناحيتنا ومن ناحية منتخب مالي هل لأن المباراة كانت مغلقة ويجب أن نعود للكرات ثابتة أم ربما من ناحية التكتيكية المنتخب المالي قد درس المنتخب الجزائري وشاهده لأنه هي نقطة ضعف للمنتخب أم أن جمل بالماضي أيضا أراد أن يستثمر في وسط دفاع المنتخب المالي واعتمد على الكرات الثابتة ورغما كانت مباراة مغلقة على حزاب أن شفنا مباراة كانت مباراة مغلقة معناتها من كل نواح ومن الجهتين معناتها من الكوتيات كورت نرسنال ومهما ارى كورت المالية ثمrors comes نحن عدنا رياض محرز المعروف بالكرات التابتة كنا نحوص على الأخطاء داخل المطاقة العمليات مما في فلازون هاتي كتار 300 مائات مدى كونا نحوصو على المخالفات ما ماجاجش ماجاجش مكونا مجدونا نجاو شوية باعدة وقدروا ما نقدروا ما نقضروا ما نصوّعهم من المال مما على الجانب ايب احنا شفنا مما في الشوط التاني شفنا سليماني عاود يرجح تل دفاع منتخب الجزائي بشير كيفير الكوارا بشي عاودي يطلع بها هداكي نشوفو احنا كاش الوسط الميدان تسمى الموهجم يحبط حتى الوسط الميدان ولا اكتر بشي يجيب الكوارا بشي عاودي يصنع اللعب نونك جات الفرصة هادي كتاع لباس دي زي سيف تاع بليلي اللي خلات محرز كما يقولو يدير افريقون اهلا كما يقولو احنا كي كونا محرز سورتيرا يمد البلوس للعابين يزيد ذلك اللاقرينتا يعني جد الفلانتيف اللاعب يعني اسلام سليمان عندما دخل وشارك في تلك اللقطة بحد ذاتها هو اللي صنع ربما تفوق العدد داخل المنطقة العمليات هو اجعل مدفعي منتخب مالي يفتعدون نوعا ما على ناحية رياض محرز ومنحن الأفضلية لكي يوصل لا يخفى لك لا يخفى لك اسلام سليماني يعمل دور كبير كما يشانج موادك نقدروا نقول لك بلين يخرج المقابل سفر سفر فهمت بلك يماركي ونما بسكوهما كانوا يلاعبوا الوجوع رابيد هما كانوا رابيد علينا في الفلدي كونتراتاك وسيطروا على وسط الميدان وسيطروا على وسط الميدان حنا جاءتنا الفرصة هذيك لما انتهى انقذنا الفارق بالنهج وتسجيل الفرص يمنحك الفوز أستاذ جمال شفنا فرصة ضائعة للمنتخب المالي عن طريق رأسية مرت سلامات على شباك رئيسها بن بوله قبل أن يسجد رياض محرز هل تتوقع أو هل ترى بأنه لو سجل لاعب المالي تلك الرأسية كان بالإمكان أن نرى المنتخب يعاني خاصة أنه في وقت جمال بالماضي لم نستقبل أهداف ولم نكن خاسرين بهدف مقابل صفر في قلب المباراة أصلا في المباراة ما تقدرش تقول لما تتقبل هدف وستقدر تتسجل وما تسجلش ما تقدرش تقول مستحيل يعني من ناحية ردة الفعل المنتخب دخل الأنبياء في ميدان بارك الله فيك هي مردة الفعل لتاع اللاعبين وحنا شفنا حاجة إيجابية في اللاعبين حاليين تلك الفريق الوطني عندهم الكرينطا هادي كما يقولوه بالأمية خاصة أمام المنتخب المكسيكي شفنا استقبلنا هدف وستجلنا التعادل بعد دقيقتين نعم رغم يلعبوا بإرادة قوية رعنا نشوفوا تبعني مليح واش نقول لك اللاعبين حاليين تلك الفريق الوطني مقابلة على المالي مقبل وليش فينا هم كي يلعبوا راهم يلعبوا بإرادة بحسب اللي كينا يلعبوا بإرادة دو جوي دو جاني عندهم إرادة باش يلعبوا ويربح في السابق السابق ما كناش نشوفوها ما كانتش ما كانتش نعرفوش معنى الخاصة ما كانتش هاديك ما كانتش هادي شكون عطاها له ما عطاها له من المدرب المدرب قتال القبيلات عنده عنده بعض الخصوصيات اللي المدربين السابقين ما كانش عنده لا فرصة بالمادي حاليا ما كانش مدرب اللي يكونوا عنده الخصوصيات اللي عنده أولا هو جزائري جزائري عنده العقليات تاع الجزائريين تاعه هنا تاعليزي ميغري تاعليزي ميغري عنده العقليات تاع مقتربين تاعليزي ميغري انترناسيونال كابيتان تاعليكيب ناشيونال العفلي جراند زيكيب عنده لدي مانطاليتي وكما قولوا بالعمية احنا يا استنبولون متلش تعقب هالو وعنده حاجة واحد اخرى كي سافرس عنده تريفورد بيرسوناليتي عنده شخصية قوية متقدر تنبوزي الوالو وبالماضي نحبول ان نقرول الجزائريين قال لابلهم بالماضي سيتيلا ديرنيار كارتا جوي تاع الاتحادية السابقة مالقوش المدربين قال لك سننميلوهاده سينا هيا رحت علينا لانتقاروشيين جعلك ربي في خير احنا جعل كارتا جعل في الماضي الاسيزي تسمع الايملياها الاسيزي كم اندفي باش يوري يوري بهذا كيف يمكن التطوير الالجيريان الريال لاننا كثير مقدار نحن سيتيلا درس وحضروا المدربين وقالوا لهم المدربين وصورتو صورتو أهم شيئاً أهميًا في المدينة فيها للميفة يعني دارهم خلاص قالوا لهم خلاص الماتش سيبان تاع المقتربين واللاعب المحليين هذيك شما زين نسمعنا ها سيبان خلاص بسكو داروها شفال دوباطاي وحد الوقت هذي دارو القادية العلماء وخلاص المحليين وخليصة ميتاراته نحنين على الجواة دارو 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 سيبان وضجامنا الأمور يتمشي الإنسان الخدمة تعورة يتبان يتبان ما نشنا هضروف فيه هتبرهنكم يكونوا صديقين جيب واش تعرف هو إلى غاملي إلى غاملي البلوس لما كانش عنده الفريق الوطني منذ سنين و سنين وإن شاء الله يستمر في هذه التاريقة وإن شاء الله نروحوا للكاس العالم وإن شاء الله تكون مفاجأة ونديروا نتائج كما دلنا في كاسي فرانيا نعم بحول الله بالحديث عن تصفية كاس العالم والاستحقاقات المقبلة من في المباراة الودية الذي أطار ربما انتباهكم أستاذ ناصر وربما وجعلك متأكدا بأنه سيكون في القائمة المقبلة وفي المنتخب مستقبلا ما تحدث عن وجوه الجديد والله مع بالماضي ربما ما ستعفظ بالجميع لأنه توتي بوسي بيحتفظ بهم كله عنه كما نقول ما سيحكم على لعاب في مقابلة واحدة ولا تنين في الماضي عنده أني سبيلارج ما شي تم تم هذا مليح وهذا ماش يمليح يعني يعني والله غير شوف شكرا على السؤال ولكن كعود يتكلم شيخ تاعنا جامال أنا أحب الأسئلة هذه كله لها لكي تستطيعنا التعلم من عنده يعني أي كلام را ينطق فيه صواب كين بعض الإعلاميين كونتر لسيليكسيون ناسونال لا مش إعلاميين نحنا بطبيعتنا بطبيعتنا لدينا رغبة في الانتقاد لا رغبة في الانتقاد أنا إنسان كنت راح سؤال خاصة لربما لعندهم خبرة أكثر ولا يبين سفقين أنا ما عنديش المعلومة أكثر منك الانتقاد ولكن هناك البعض من ينتقد من أجل الانتقاد فقط فقط وهي أزمة نفسية في المنتقل وكين ناس لا يتنتقد هذا هذا الإنسان تعمر له نص كاس ما يقول لك علش خليت لي النص الفارغ فعلا 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 ولكن الإنسان كي تشوفه لاوتور ما تحويش تدير اسم بي سواء كنت لاعب ولا صحفي ولا مدرب كي يكون واحدة لاوتور على الأقل شجعه بش يزيد تخليش كي ما تقول انت رماتريكو دارك دارك رماتريكو بالماضي حالة غضب كان خاسر رماتريكو رماتريكو ورفد العلام ورفد العلام سبحان الله الناس على بكت انت تحضرت للحديث اللي جرى ما بين بالماضي رئيس الجمهورية واحد ما كان معاه علاه القيل والقال مش يتشوفه كي الأخ سوفيان صحفي الله يبارك نتخبموا راه باش نتضربون ونقول عليه باللي كده وكده لا لا روح في التاريق صحيح الشجع الشجع إنسان ما تخليش هكذا باش يخزر في كل الحمد لله والله يا ابو الماضي ولا ما يخزر إلا للفريق التاعه ومتابع للصحافة ولكن أثناء الندوة دائما ما يتكلم بصيغة مباشرة مثلا صحفي فلاني من الجاردة فلانية تكلمت وقل بأن المنتخب كذا وكذا 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 وقد تجاوزنا وهذا معلومة خاطئة يتكلم بصيغة مباشرة مباشرة وهذه من اللي كان في قطر وهذه من صفات المؤمن مواجهة نعم مواجهة هذا ما يتكلم بش عليك مرضى هذا يقول لك فلان ماشي مليح إذا كنت مش مليح يرجع لك في المضرب ولكن الناس اللي راه يتمتاقد عبر الشاشات راني يشوف والله غرحة كنت معلوه نقول ليزانسيان جوار هم يخسروا مهم سكتوه باش سكتوه بلو ريزيطة أقول ليزانسيان جوار تانا يعني اللعبين الكبار هادو حتى هما ولو شكروه فيه بالعامل حكم على الإنسان الإنسان هادروه في الطريق الصحيح على الأقل شجع ماشي تقوله رهما سكلام بينه وبين الرئيس وكذا وكذا يعني والله غير صفات مهيش للصفات الحميدة والمؤمن يعني كما قال الخويا الجامع هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الإنسان أنا أول سؤال اللي طرحت لي ما هربت شوية أي سؤال بي طرحت لي على الوسط ربما اللعبين اللي أثروا انتباهها أستاذ ناصر عامر في مباركة وديية تول مون دي لا في صنغول لو قلت لك إحنا كان البحث التاعنا على النتيجة أكثر من الأداء ومع الفريق التونسي ربما رح نبحث عن النتيجة والأداء يعني مقابلات بتخلف مختلفين ما تنساش حتى فريق المالي ما هوش بالسهل عنده سناش مشاركة أفريقية وصل خطرة وحدة للنهائي ولكن بالفريق اللي كان يقابل أفريق كبار ويشدهم يفوز عليهم عن المقابلة في العموم كل اللعبين أدوا ما عليهم نظرا لفقداننا لوسط الميناء بالحديث عن اللعبين سوفيان عطار شفنا مهدي زفان قدم مردود جيد دفاعيا لكن ناحية الهجومية يوسف عطال بقي مركزه ينادي لو دخل يوسف عطار هل ترى بأنه ناحية الهجومية ستتحرر أكثر وأكثر خاصة أنه يصنع التفوق العددي أم أن يوسف عطار سيترك الفراغات التي كان يتركها في كأس أمم إفريقيا وربما المنتخب المالي سيشكل لنا خطورة كبيرة في حال ما كان عطال أساسي أنا نظن غيب عطال معناتها بانت البلازدو معناتها زفان ما كانش يعمل استيل دو جو تاع زفان حتى نقيد محرس نوعا ما استيل دو جو تاع مع زفان زفان يخدم ديفونسيف بزاف معناتها يخدم الرول واحد نجي كما نشوفو الجو عطال عطال يلعب يلعب اوفنسيف ويلعب اوفنسيف نبني نشوف أنا زفان عندو بزاف ما لعب شتانيك نظن كيتخل المباراة ومباراة كونتر المالي ما يشت مباراة معناتها سهلة نشوفو كان يلعب جوست باش ما يدرج أخطاء كان يلعب سوء سوء لكن ما قدمش ذلك المردود الخراثي اللي كنا ننتظراه من يوسف عطال من هذا الناحية نحن نورمال هو معروحه ويشوفه احتياطي هو معروحه على الباله وفي يوسف عطال ما كانت وبينه كي نشوفو محرز ما تقدشت نحية محرز تجيبوش جيب ما يقدشت نحية محرز فمطنعي ذو محرز ممكن يتبنيسه يريح يجي وحتي فلسطوك يبرا محرز يعوده موكسي اوتوماتي ماذا نقول لك؟ يبقى مهدي زفان احتياطي يبقى مهدي زفان احتياطي ويبقى مهدي زفان عندها أحسن من ناحية الدفاعية هي طريقة المليحة للدفاع هي الهجوم يا شيخ جمال هذه هي رول دو محرز كي يكون عطاف لو كان كان في المقابلة راح يكون دور هجومي المحرز أكثر لانه يعاونه في المنصب ديال ينجيم يخدم له كل وار دروات يقول لي يمشي كي ما يحب ولكن زفان يعني في المنصب هداك يعني ما شاء الله أستاذ جامل فطر فريسيزي يوسف على قلت نادروا عليه زفان وعطال شوف كل يملك من المنصب وكل يملك وكل يملك من المنصب موضوع والخطة التكتية الخطة التكتية في المنصب وفريق المنصب كان قوي بزاف حتى لو كان كان عطال فهي لا يمكن أن يكون عطال لم يكن عطال أن يكون عطال كما كان مقبل لأنه يمكن أن يكون مقابلة لنصب الوطني حتى لو كان عطال لم يكن أكبر بعد ذلك في بعض المقبلات لأنه يمكن أن يكون ع промقبات لأنه يمكن أن يكون عطال لأنه يمكن أن يكون عطال ومالي يكون يمكن أن يكون مقابل سيء رائع في المنصب وهيد الرئيسي سيء ولهما كان العطال لعني ملح كان العطال ولكن الحقيقة لا نبدأ بالمراكس لأنه يجب أن يكون القيور لأعطال لأنه يجب أن يكون قيور لأعطال إلى التخلص على التعالي ومن المكان يكون فقط أعطال ولكن يعتبر أنه يجب أن يكون قيور لأعطال لأنه يكون يفيدا هذه هي المنوعة في نفسه هذا هو الشي ما هو اليومان. لذلك كي دار؟ كي دار؟ اللي طروة مليو تيران اللي كاد ديفونسور وعلى بن سبعينة كان يطلع كان شي طابل شوية كان شوية ماشي كيمان داري كان شوية في اللي طروة مليو تيران اللي كانوا هل هذا راجع لخطورة المنتخب المالي؟ طبعا طبعا اخي قلت لك سي توجور ان فانكشون تعل الخصم تعل الفريق اللي يكون اللي يكون ضدك الفريق المالي قوي يعني لو جمال بالماضي يفتح بعض المنافذ لو كان فرحب بعض المنافذ ايضان يدوز اوكازيون نات كانوا يقدروا يماركيون ايضان يدوز اوكازيون نات وين بو الحيلي تيباتيو كلش ماشا نفهموها الحمدولي الله حفظ السلامات ماني قتلك هادية ايضان جميع اللي يندار جميع اللي يندار فوق الميدان ايضان خصمتك ايضان خصمتك ايضان خصمتك رح يدروا الحساب بزاف مش كما يشوفوا يتبدل المبارة تقولها تغير من الاحية رماركي لو كان ينعب عبال اليوم ان شاء الله عطل كي يلعب رماركي بلد الماء يفور في الملو تيران يفور توجه الملو تيران كان من صوفيان فغولي هذا الدور كان يديره فغولي نعم فغولي كان يخدمه طبعا كان يعاون بزاف في الهجوم ووسمه مم محرز محرز كان يتبلو لبيري كي كان عطالي يتليبيره بزاف محرز يتليبيره يقدر يدير حوايج زياده يقدر يديرهم زياده من هكذا يكمل ما تشتع المالي وينش فينا بان تفهم لما دخل ووسموية تستاتيك ما زغتش بزاف على محرز فيها امور على كل حالة نعم قبل ان نختم مستاذ جمال نعم نتكلم قليلا عن جمال بالعمري جمال بالعمري لاحظنا فيه ربما لبعض من النقص المنافسة او من هذا الناحية شفناه ايضا يقوم باخطاء دفاعية لا نقول كاريثية ولكنه كان يخرج من مطيقة العملية جمال بالعمري لنكون نشاهده من هذه الناحية تماما هل هو نقص المنافسة اموران بك اليوم؟ شوف جمال بالعمري نحبه نحبه حار حار فتنا يلعب بقلب هذا الطفيل هذا الى بكو مريد لأنه لا مبعد يلي ريوني دلوان يكارتواه نحاواه لا علينا لا نقول لها لا نقول لها لا نقول لها لا نقول لها يلعب بالعمري من جانب التقنية من جانب التقنية مان تومان كما تسمى هايل تفيل هايل ولكن هذا واحد كما هذا لازم له واحد معاه يكون يكون تكنيسيان يكون يعافي العملي حقورة يكوفري ماشي غير هو يكوفري براتيكما ديفونس كامل الملاترال وشاوي يمد وشاوي يمد برابور المنك ترمبيتيشان تاعه أخيام ما جوتروك سي اكتراو دينار انا جوتروب بل براكلاو فيها او يمد ماشي لعب وعندو هيبه اه ماشي لعب عندو الارادة وعندو الحرارة هاديك تكمنسي على بلك جوه يكون ويكون عندو حرارة والانغاجمون فيزيك يكمنسيها لماك ما تفق له يلعب بالقلب مالاج وحاجة نعم نعم نبقى في ربما ناحية الدفاعية رامي بن سبعيني قدم ما عليه واكثر في تلك المباراة جهته كانت مغلقة تماما هو ربما أساسي بنسبة آلية لكن وصلنا لأربع سنوات كاملة من غياب فوزي غلام عن المنتخب الوطني الجزائري هل يمكن أن نرى فوزي غلام يشكل ربما خطرا خاصة إن عاد بطريقة أساسية لنابولي هل ترى بأنه غلام سيعود ويشكل خطر على تشكيلة أو على مكانة رامي بن سبعيني؟ لم يكن غير فوزي غلام كاين فارس كان حتى فارس فريقة بدنية مريحة ويلعب في فريق ديالو ولكن تكلمني على فوزي غلام إن شاء الله يرجع بالسلامة أولا لأنه باش ولا مع نارفولي حوالي عام باش لعب من بعد الشفاء ديالو عام حوالي باش لعب وطاح مع كاتوذو مانطال مانجو سيبا ما نعرفش أن المدربة ما نعرفه والناخب الوطن الذي يسمع فيه كل يوم أخر وانا أظن بن سبعيني في أحسن أحواله مراه في فارق كبير تانيك والجهة تاعه مغلقة والنافذة تاعه مغلقة هذا المقابلة ما كانش يعني كتير هجومي لخطورة المهاجمين للماليين راحوا للجهة راحوا للجهة اليوم مهدي زفان أدى دوره مهدي زفان ولكن الهروب من المسؤولية بالنسبة للمهاجمين الفريق المالي راحوا للجهة اليسرى لأنه كان شوية ثغرة لأنه كان وسط الميدان مليح يعني كان تمشي مام جهة زفان تمشي ما كانت وسط الميدان ممشات كما قال الأخسفيان شفنا سليماني في وسط الميدان وفي الدفاع ويجيب ويولدك يبقى سؤالك أنا أقول كان لديك جهة من العلوم ويجيب ويجيب في الوظيفة ويجيب ويجيب ومع المناطسة والمعيش والمعيش ليس يوضح وليس مال وليس مال من الوظيفة لتعهيل لتعهيل ويجيب أما أنه يحب أن يساعد في الجهازات أنه يساعد أيضاً أفضل المعلومة أليس يساعد أليس يساعد لا يساعد لا يساعد عبداللهي هو من رأس عبداللهي حتى عبداللهي في مقابلة ضد الفريق الموريطاني أدى دور ما شاء الله طبعا نبقى في عبداللهي ونبقى أيضا في زن دين فرحات صفيان عطار دخل كبديل لأدم الناس بعدما أصيب وخرج مصاباً لم نرى تماماً زيندي فرحات زيندي فرحات ما سنقول لك زيندي فرحات ما زالهم الشعب الجزائري شوفوه محلي معنا تمام رأوا ينشط في فرنسا في الشرنطينة فرنسا قاعد لما مريت ما شفناش زعمها شغل كما نشوفوا لعبين وحد أخرين معنا يمضي في أندي أكبر حتى أنه قدم موسم خرافي معنا ديني ما يخفى لك ما أنا معاك قدم موسم ما عندها من أروع ما يكون المشكلة في المنتخب المشكلة ربما لم يدخل في جو المنتخب جيدا لأنه لا يستدع لي فترة طويلة هو روي لعب في بوست حساس معنا باش نكون صراحة روي في بوست حساس وهذا كالبوست اللي روي يلعب هو لذلك الناس قرأت تضارب عليه يابوكوة كونكيرونس اللي الناس رايي يشغل بزاف لذلك ماذا نقول لك أنا زيدي فرحات نعارفه من اللي كان في الاتحاد العاصمة إنسان إنسان خدام إنسان عنده لغرينتان يقول لك كما كان يقول الشيخ على جامل بن عمري عنده الحرارة يحبي يحبي يبان لأنك الوقت اللي روي فيه دركة مع المنتخب روي في معانتها لياطة ونيفورة وعالية بزاف أنا نظن لازم يغير الفريق ويكون معانتها في فورما خرمنا باش يقدر يفرض نفسه نعم إذن مشاهدين كان هذا كل ما في جعباتنا فيما يخص مباراة الجزائر ومالي نلتقي في الفقرة الثانية من البرنامج اللي نتكلم ولي نتعمق أكثر وأكثر في مباراة الجزائر وتونس مشاهدين لنعود إليكم في الفقرة الثانية من برنامجكم واشقالوا في الفقرة الأولى تحدثنا عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ونظره المالي في أتي الفقرة سنتحدث عن فوز رفقاء رياض محرز على الأراضي التونسية بهدفين مقابل شيء في مباراة عرفت سيطرة لأشبال الكورس جمال بالماضي سيطرة كاملة وشاملة في الشوط الأول وفي الشوط الثاني أيضا سيطرة تاكتيكية والحفاظ على نتيجة كان لأشبال الكورس جمال بالماضي وهو فوز جد مهم أمام منتخب تونسي متفوق علينا في ترتيب الفيفا لديه أسماء جدامعة ككتلة أيضا لديه فريق جد رائع فوز عليه في أرضه أمام جمهوره الذي لم يكن حاضرا لكن كان حاضرا خلف الشاشة وخلف شاشة التلفزيون أين أيقنا الكل بأنه المنتخب الأقوى في إفريقيا ومنتخب الجزائر وبأنه أشبال الكورس جمال بالماضي سيذهبون بعيدا في إفريقيا وخارج إفريقيا 27 مباراة من دون خسارة وإنجاز بحد ذاته لأشبال الكورس جمال بالماضي طبعا نريد ترحيب بالأستاذ جمال ألمان أهلا وسهلا بك شكرا ونرحب أيضا بالأستاذ ناصر عامر أستاذ أهلا وسهلا شكرا جزيلا ونرحب بصفيان عطاف اللاعب السابق شكرا للأخ مستوى رائع قدمه أشبال الكورس جمال بالماضي ثنائية في الشوط الأول ضمنت لنا المباراة وعطتنا أفضلية كبيرة وارتياحية كبيرة في الشوط الثاني لم نرى المنتخب الجزائري كثيرا من ناحية الهجومية ولكن من ناحية التكتيكية قدم مستوى جدا رائع أستاذ جمال ألمان شاهدنا منتخب جزائري مغاير للمنتخب الذي شاهدنا أمام المنتخب المالي طبعا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الفريق تعليم يختلف تماما على الفريق للعبد المالي الفريق للعبد المالي جميع شاهد باللي كانت بتغرف في وسط الميدان وما كانتش كما قل رحل اللي للكمبرتمان دفنسيف ميلو تيراني أوفنسيف كانوا بعد بزاف ما كانش هذا كل انسجام ما كانش اللي طرواتيس دون بأن الثلاث اللي كان في وسط الميدان اليوم كان ناجح كل يوم شي تطافي ديفيران يعني تغيرت الأمور تماما أولا وسط الميدان تغير تغير بالقبلة فغولي وجونا ذاك رزوك نعم رامي زروجي 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 وعلا ليدار يعني مباراة مباراة هايلا اليوم وشاهدنا بلي الفريق الوطني تغلب على الفريق التونسي في جميع المهيد جميع المهيد سوف تناديم تكتيكيين في الانديفك تنسيين سوف تسلي بالقليقة وليكن المهيد لدينا فرشي هذا هذا الشيء راحضناه ويشاهدوا الاشقاء التونسيين يعني راحضوهم وما كذلك وشاهدوا بلي الفريق كان قاوي عليهم كان قاوي عليهم طبعا يعني طاكتيكيين بالماضي بالماضي هنا اليوم بي زاد بيين زاد بيين باللي ستا مدرب داكي داكي جدا وكي تشوفها يعني هل كنت تتوقع أنه سيقحم راميز زروجي كأساسي في مباراة من هذا النوع أمام منتخب تونسي خاصة أنه لم يقدم الكثير أمام منتخب تونسي قلت هلك في الكواليس قلت لك هو هو راهو يبريباري فيه هو ديجا في الدهن تاعه عنده عنده لي كيب ديالو راهي بينا ولكن الي تونسي راهو يتجرب في اللاعبين كما زروجي هذا بارابول للماتش يدالو مع المالي الماتش بعني مليحة ناظرك تاكتيكيين الماتش يدالو مع المالي شفناه باللي كان زروجي في وصل الميدان يلعب سطحيا يلعب لاتير عالبرك يجوه الاتيرال اليوم لبيراه اعطاله الرياحية اعطاله الرياحية ودال بالقبلة كمسنتينال هكذا لبيراه ودار فغولي كوفيرتور على العطال وهو لبيراه كي لبيراه بان يلعب مد يعني اليوم دار مباراة يعني لباس بيها لباس بيها وتشرفه وتشرف الفريق الوطني نعم بالنسبة للهجوم وبالنسبة للثناء بالليلي وبو نجاح الذي غاب أيضا أمام المنتخب المالي ولم نشاهده كثيرا أستاذ ناصر لكن في هذه المباراة جعلنا نتيقن بأنه كان يلعب داخل أرضية ميدان وشفنا بو نجاح اللي كان في النجم الساحلي وشفنا بالليلي اللي كان في التارتي يلعبوا بكل رياحية ويسيطروا على الكرة التونسية بأجملها أولا أن أقول هانيئا للمنتخب الجزائري على الإنجاز الكبير لحق اليوم يا سبعة وعشرين المباراة بدون الهزام ليعلم الجميع أن الفريق التونسي يلعب ببرودة تامة جميع المقابلات تتاعه الشوط الأول كان بارد ولكن في الشوط الثاني على باله بالجزائري نحن حماسيين نحن سخونين لهذا السبب دخلوا في النمط يعني في العمل اللي يعملوا بالماضي جانب سيكولوجي جانب سيكولوجي يعني البرودة هذي كنساوها وراحوا كما يقولوا لسخانة عرفوا بلي الفريق الجزائري ما يستسلمش ما تشويش بلي الحكة ممكن عنده دورنا وعنما بطاقة كثيرة بمكن نشيك للحكة سخصيتني على بني جاح وبالليل وبالليل عنصران معروفان يعرف أنا مليح الكرة التونسية أو العفو في تونس الأخ سوفيان ويعرف يعني الكرة التونسية على بلو نقاط الضعف تاعة التونسي ونقاط القوة تاعة التونسي يعني تاعة الجزائري تاعة الجزائري يعني لكل حال نحن نجد من ناحية الملاعب تاعة التونسية جولوا فيهم بالليل وبون الجاح أنا أقول بالنسبة للشوطة الأولة كان دور كبير لهذا التونائي أحسن من المحرس بتاعة الدور تاعة ابون الجاح وبالليل تناغم كبير تناغم كبير حتى من الجانب التقني جانب كمو البنجاح ناقص ذهن يعني ناقص تقنيا تقنيا جانب المراوضة جانبه هو يلعب بالقوة يعني عنده البنية المفروجية تاعه نعم وقوية لهذا قلت لك يعني كانوا لعب ما كانوش أحسن من المحرس وأنا أقول لأني على كلامي نحكم على كلامي كان لهم دور كبير لمعرفتهم الكرة التونسية والملاعب التونسية نعم سوفيا نعطف نعم كان معتامد عليهم ما عندها بالنسبة كبيرة نعم يعتامد على هذا التونائي كان يفتح للعب شفنا أيضا نعود أيضا لمتوسط الميدان لأنه كان هو الحلقة التي صنعت الفارق شفنا 433 في وسط الميدان زروقي وبالقبلة وصفيا فغولي هذا الثلاثي نوعا ما بالقبلة كان دفاعي وشفنا أيضا فغولي كان عنده أرياحية هجوميا وزروقي أيضا كانت عنده الأرياحية لكي يكون في وسط الميدان هل تشاهد بأنه هذا الثلاثي سيكون ربما مستقبلا كخطة لجمال بالماضي خاصة ما شاهدناه من عدلان قذيورة وعند دخوله وخروجه بالبيطة الحمار وراء شو نقول لك جمال بالماضي هو أولى وديري بالخيارة بالخيارة بشكلة تاعه نحن نقعد معانتها تكون عندنا كلمة ككل معانتها الناس لا يتشوفوا من براء ككل متابعين شو نقول لك نحن شفناه من قبل معانتها كما قال الشيخ مقبيل كان يلعب فيكس لذلك بشي تليبير زروقي وفاغولي شفنا 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 البلوس هادا كتاع لديه جوار حاجة أخرى حنا بش نقوله وزعمة بالماضي يحتفظ بتشكيلة او لا ما يحتفظ حنا عندنا تشكيلتين كما يقول لك المنتخب الوطني عنده أرمادة من لعبين ما عندوش من قبل ولا فاغولي ولا عندنا لعبين معانتها اللي يدخل حي مدل إضافة وجامل بالماضي معروف بلي سوربريز لونك ما أقدر أعتبرها مفاجأة مفاجأة نعم أنا ما أعتبرهاش مفاجأة ميدانيا من أول يوم قتلك اليوم الجزائي لنتيجة وأدع بالماضي الآن صار يقحم زروقي وهي رسالة مباشرة للعب ولكل أيضا اللاعبين المتواجدين في المنتخب ما دام أقحم تلت مرات ستعطيله تيقى سيكون مستقبلاً ضمن خيارات لا ما نقللش دائماً نتكلم عليك ديورها ما نقللش أنا من قيمة بالديورها بالديورها ما هوش لعب يدخل به احتياطك تخل تخل غير تخل تخل إلا كوبي لك اللي داروها بل لكن راح لي بيت سي بلي فور والثانية كيف كيف لكن بالخبرة اللي عندوك أنا قادر يتفادى للبطاقة الصفرات يتفادى أنا لست متقد لأدلان قديورها ولكن لا لا كلام ذو خبرة أنا نضيك أن تدخل في بعض الضقائق وتتلقى البطاقة الحمارية في كالطريقة هذه كارثة أظن أنا الدور اللي اللعب قديورها أحسن مزروقي زروقي حتى في بناء اللعب ناقص لا قارنو قديورها بالقبلة لأنه مزروقي ملعبش في تلك ما دكوش سأحن قل لك أنا تكلمتلي على زروقي يعني رجعتليك على بالقبلة ذكو نقول لك بالقبلة سيتانجوار بوليفارون يلعب أدرواتو أغوش طارعي ما تقدرش تقول لي هذا أدرواتو لا أغوش أنا تكلمتلي على قديورها زروقي زروقي ما زال يتعلم وعطاله ثيقة ورح يرفض الثيقة ولكن بعد قديورها كل أنا كل حاجة نعطيها لك بالنقاط يعني ما نفوت أن نحب للإجان نحب كده نجوار كيدون ميه هو هو لباتخل نعم أستاذ جمال هل تشاطره الرأي فيما يقول هل ترى بأنه قديورها لم يخطئ في هذه المباراة أو هل ترى بأنه قديورها يستحق أن يكون كأساسي في المستقبل القادم طرعي تخل 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 يتفاصل تدخل تخل 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 وعلى الحال بأنه عنده خصوصيات ومقابلات ديال يدير خصوصيات في المقابلات اللي لازم خاصة أني في يدفع بدني لازم قديور تفهم مليح لازم ودركة بالماضي كيا ويقحن في الشباب سنتين بانشور حاجة حاجة روعة حاجة روعة ودركة مش نقول لك أنا غدوى بالماضي يتيتي لاريزي زروقي ولا هديك معلم بي غير ووربي على كل حال هو من باكل كان دوت بس هو ديجا في مخو قتلكم قبيلات في الشطر الأول هو في مخو عنده 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 الفيكتيف ديال وبين عنده كيبتي باي 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 عنده الكواليس كارتلي قتلي بانه من مظاهر انه نشوف اللعب يتلقى الكثير من البطاقات هي من مظاهر الاقتراب من الاعتزال هديك نعطيها لك لعب هدو نحضر لك لعب اللعب اللي يبدأ ياخد البطاقات بزاف ويبدأ يكون تستمع الاربيت ومن سي دي سين دي روترات نتفهم ممليح في نفس الوقت هي ربما مظاهر المنصب لانه المنصب يطلب الخشون ويطلب التدخل طبعا وحاجة وحد اخرى الملاحظة المقابلة تا اليوم اولا لاحظنا يعني على الاربيت نحب لا نكره وباما ولكن كانت على الاربيت وكانت شفنا في شوط الاول ماعطاش البطاقات شوط الثاني تبدل كلين لنقول تونسي اللي في العادة ديالو هو ينرفز هو ينرفز الخصم ديالو هو الانصر دور الحاكم هم اللي تنرفزوا اليوم التونسا والشي هذا غريب على بل كنا كنت استغربت شفنا تدخلات قوية تدخلات قوية بخشونة تدخلوا تدخلوا باش ينرفيو الانصر على بل كما قال الانصر بل احنا يدمن سخون و لار يقصون تحنا ماشي ملح الاخري وطحوا في الفخت تونسا داروا مبياش وهم يطحوا فيه لا مش مسهل انك تستقبل هدفين امام جارك وامام غريمك ربما الدير بي يبقى دائما بخصوصيات اثنين مقابل صفر في شوط اول شوف بين احنا والاشيقات الجزائري اللي تكون جبهة التحرير الوطني تكون في تونس هكذا هما اشقاء اخوة تربطنا علاقات قوية معهم الاخير لان كطيح جزائر و تونس صيتي توجور دير بي سيدي دير بي فور اليوم اليوم جامل بالماضي وتشكيله تعال فارق الوطني تغلبو كما قال اخوية ناصر بالأداة والنتيجة يعني السيطروا اليوم على فارق على فارق تونسي فارق الوطني دينا اليوم السيطر على الفارق تونسي التاكتيكيين التكنيك ما اوغانيزازيون ما كما احبت نا نظن 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 في طريق صحيح وهذا انجاز كبير كذلك تحط المرفض القياسي وخاصة انك تسقط المنتخب بالتونسي داخل الارضية ميدان وتربحت وانسا في الارض تحم هما نظرك وانسي في تونس نحن انا عرفوا الأخوان وانسي وانسي في تونس لانتا مر مر ولكيرام وانسي في تونس رأس وانسي اتنا وانسي اتنا من الواجب تانا نكون وقع مراه اللي عنده اختلافة لا غير ينساهم ويخليهم مراه هذه هي ورانمو الفريق إن شاء الله نعم مستاذ ناصر عندك إضافة؟ عندي إضافة للفريق الوطني فعلا معرض للخسارة طبعا معرض اليوم غدوة بعد غدوة لكن بالأرمدة هذه بالمدرب اللي عندنا سي ديفيسيل دو تخوفيني كي باطل الجيري أسموه سواء أفريكان أو أوروبيان من الباب الواسع ننطق بها ربما تطيح في فريق تعخوشونة والأقدام معرض ولكن مشيكي مع الفريق التونسي اللي شاهدت اليوم كم بعيد على المستوى؟ بعيد كتير مكبير قتلك رامع نشوط الثاني أقحم وعمر وسط ميدانه من أجل أمن ربما إذا لقى المنافذ وفي نفس الوقت لعبوا ثلاثة خمسة ثاني في الشوط الثاني ثلاثة خمسة ثاني مع الروح القتالية على الجزائرين يمتازوا بها مش فيناش تفوق في وسط الميدانة؟ ماوش تفوق ماوش تفوق هو بحو سيل حق بارتولي موين اللي بيت كانوا خمسة في وسط الميدان غير يقبضوا الكورة يزيدوا يولو ربع القدام اعتمد على هذه الخطة لأنه هذه الخطة بالذات هي اللي خلات العديد من الفراق الإفريقية شفنا لمراتين أمام زينبابويا أمام فريق آخر كنا قد سجلنا هدفين ثم عادوا معنا في النتيجة في سبب هذه الخطة في هذه الخطة نعم لأسيماد على وسط الميدان كنت قلت لك من قبل مع المالي نحوسوا عن نتيجة ومع الفريق التونسي قلت لك رح يحوس عن نتيجة والأداء طحنا فيها الأخ قبل المباراة كما تكلمنا عن الفريق المالي كنت تكلمت لك على هذا الشيء ونطاحوا فيها ونجحوا أن يقلت لك الفريق معرضي خسارة إن شاء الله ماشي غدوة وغير غدوة نحن نقوله أي وقت كان ولكن مع فرق محترمة أحسن من المتقب التونسي نلعب عشرة خطرات هكذا مع تونس ما نخسرش نعم لأن القوة تونس وشيها تونس هو بلوك ديفنسي ومع بلوك ديفنسي قوي وي لعبوا بلاي كنتر يستخدموا بلوك ديفنسي قوي وي لعبوا بلوك ديفنسي اليوم ما شفنا شهد نقاط القوة ما بانتش علاش بسكو اللعابين تعالى تغلبوا عليهم تغلبوا عليهم في ديول في المنطقة دالهم لان بريسنغ أو ضغط العالي نعم دالهم الضغط عالي وغلبوهم في ديول سلطوا في ديول في ديول تواعنا توفق عليهم نعم بالحديث عن الفرديات سوفيان عطف شفنا أسلوب مباشر للمنتخب الوطني الجزائري بالعمري يحكم الكرة يلعبها مباشرة لبغداد بونجح عيسى مندي لا يجزف تماما رامي بن سبعيني يلعبها تشوف المنتخب كان لعبين عندهم صلاحية أنهم يلعبوا الكرة العالية يا بن سبعيني يا بالعمري بالمقارنة مع عطل وعيسى مندي هذه لاحظناها منذ كأس أمم إفريقيا الماضية قلنا شفنا بأنه اللعب كان مباشر بالماضي دخل لكي يفوز بالماضي دخل لكي يسجل دخل لإسقاط واستياد نسور قرطاج وقد نجح في ذلك بنسبة كبيرة ونقول له بهدفين مقابل أول شي نعود نقوله المدرب جامل بالماضي اللي كان صغرح بعد مقابلة المالي طالب اللي أنا اللي ماتش هادوما نسحق الفوز نسحق الفوز بس كل المنتخب الوطني ما يخفى لك شهر 26 مباراة اليوم 27 مباراة بدون إنهزام رأي إنجاز كبير وما لازمش اليوم معندها احنا كما قال شيخ او جاي وقت وينلا تخسر هذا هو هدية كرة القادمة حبونا نكره ما اليوم وش رانا نشوفو سيبال مومو قع بش نخسله فس كو الدوك رميان شيني في سلسيات نتائج إيجابية ننظن هدية الحاجة اللولة اللعابين كي يدخلوا فوق أرضية الميدان تخمامهم هده هو لفكتوار نعود نوليلك البنسبعيني والوليلك الجامل بالعمري جامل بالعمري وبنسبعيني معندها كي يكونوا في الفيستيار مع اللعابين وصحابهم سي نورمال يعرفوا بعضهم ثم يحكي معاه في الفيستيار ولا في الميدان يقولوا لعب لي طويل ولكن اليوم نرى أننا العشرة دقائق الأولين من بلاكي شاطروني الأساتذة كانت المباراة كانوا مسيطرين علينا كانوا يحكموا البانون يديروا لفاسا ديس لفاسا كنز وليسوا البانون نحن لم نشد البانون أبريل كنز مينيت ولينا خلنا في المباراة رغم أنه كانت سيطرة لهم لكن خطورة كانت لنا كانت لنا ما يخفى لك المنتخب التونسي كان يحب أن يخرجنا من الماتش نرى اللاعبين في المنتخب الجزائري كانوا بزاف يحكيوا مع الحاكم نرى النتيجة لدينا ثلاثة بطاقات صفراء لدينا بطاقات حمراء لذلك هذه الأخطاء يجب أن يتجنبونها نحب أن ننكر هي النقطة السوداء الوحيدة في المباراة لكي تقعد في النتائج أو لكي ترى روحك لكي تلعب كأس العالم بالعقلية هذه يجب أن تكون مستعدة وماذا قال لك الكوتش وقط تدخل في الحاكم الحاكم يخطأ لكي لا يخطأ لكي ترى اللاعب محترف أخدم وش رأي قولك الكوتش نحن نقول بالعودة للحاكم وهو مجرد تساعد وهو مجرد تساعد نعم شفنا بأن الحاكم مصري طبعا مع بتحياتنا لأشقائنا المصريين ثلاث حكام كانوا مصريين في ثلاث مباريات ودية وبالماضي بتصريحاته وحتى نشوفه يتهجم مباشرة على بعض الأطراف الخارجية التي تتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري في ندوات هل ترى بأنه هناك حملة لإسقاط المنتخب الوطني جزائري ومن سيستفيد من إسقاط المنتخب لذلك ما سنقول لك الوفات اللي دي زينا أو اللي ترواز البيت هادو من الماصر يمكن بالك ما مقصدوهاش يمكن نقول لك كانوا تسعين بالمئة باش يلعبون على اللي سنتيموتا وعنا ولا لعابين دوكتا وطنج جوار دخل تيران شوف البيت خاصة أنه رئيس الفوف جديد هناك العديد من الأسباب تقدر تدخل لك فكرة ماشي مليعة في رأسك تسمى توليد تخمم في البيت كثير من تخمم في المقابلة ما سنقول لك اللاعبين المحترفين نقول لك يعطيهم صحة تسكرهم يتبعون باليكونزين المدرب جامل بالماضي يرويه يدير في إنجاز ما شاء الله اللاعبين فوق أرضية الميدان يخموا غرفة في النتيجة الإيجابية وهذا إن شاء الله تكون سلسلة الإيجابية تقعد إن شاء الله بحول الله أستاذ جمال في الكواليس وعشنا المباراة مع بعض الهدف الأول كان عن طريق كرة ثابتة سيسجلها ولا غبار على ذلك وسجلها بالفعل الهدفان جاء عن طريق كرة ثابتة هل صارت الكرة ثابتة؟ هي من زمان نقطة قوة للمنتخب الوطني الجزيرة لكن الأيام الأخيرة خاصة في المباريات هكذا مباريات داربي صارت هي نقطة القوة للمنتخب طبعا ضربة ثابتة يدخلوا في الموقع بلك عندك فرصة يجيك ضربة ثابتة وتسجلها تنتصر تربح هنا عندنا الأفونتاج اللي عندنا عندنا لعابين اللي عندهم قوة في الضربة ثابتة كما بالليلي بالخصوص ما حرص طبعا بونجح كذلك يقدر بونجح عنده القدرة عندنا لعابين اللي عندهم قوة في الضربة ثابتة دونك تطع لك فرصة لازم تستغلها تستغلها يفون بروفيتي ماركي فهمت؟ بشنو اللي يبرك الوحدة نقطة قبيلات اللي قال الأخي يوسف على الحكام الحكام يا الأخي يوسف الحكام بالإشخي يجب أن يأتصرف من المباشرة يجب أن يفترض أن يفترض على العابة هل يفترض أن تريد في الضربة الأفون؟ هل يفترض أن يفترض فرول على الحكام؟ نعم تريد حتى جزيزتي من إمقاره لأنه يزال وتفترضون وعقป pinاطي كل مجحة تريد على العابة نعم ما يفترضون نعم سنجح أن يفترض أن يجب أن يفترض يعني أنا يمتطر مارك برك هذي إن شاء الله الناخب الوطني يكون تباهلها و هي اللعبين تعناولي اللعبين بزاف مع لي ضربت وهذي نقطة سلبية 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 و اليوم أنا طلبية أنه في الدربية فقط ربما في موضوعية لا 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 أنا ماركيتهم أنا ما شغل في الدربية بلو بارتكولير ما بنجح بنجح يكون تستي بزاف بالليدي كونتستي بالعمري كونتستي نعطيك الجوال يبينينا سيدي كونتستي عطالي كونتستي سيدي كونتستاتير كلهم ناعمل بطولة المحلية لا 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 شوف هذا ضعف على فلك هذا ضعف هذا ضعف لازم كي تكون في المستوى اللي راه فيه فريق الوطني هذي ما تكونش ما تكونش وهذي لماذا لأنه تلعب تلعب دور سلبي أحب دوني يوم ديني سيبعة تيغ بطاقات سبعة 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 ووحدة أحمر هذي يوعقل في مباراة تلدي ستكارتان كاشمنا هذي يحدлич Mü데د orbائنا سبعة 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 أ Sleep كنت دخل إلى تلعب يجب أن تفرح في 22 و 3 أو 25 لا تتجد في 25 و 30 إذا تلعب ما بمساعة و 20 يجب. وهذا يجب من القناة ملفية لجوء. متى اللا هل تكون بأعطاء، أنت فقط و أنت أخذ عاطف؟ لا أقول لماذا، وهذه من خدمة psyكولوجية كبيرة كبيرة. خاصة الأعباءين إنهم تتروحون أمهم؟ كيف تشاهده على الاستثناء ايضاً. استطاع الامتبال ولا يسعى الفجر في الحصول على الاستثناء نفسها. فإن شكل ممتح جداً. لم تشاهدين ممتح ايضاً. لا تستطيع الرأس فهادة من الحقه. يتغني نحن قتلينه وحسب لن تدريد السلطة. تشاهدين سيحوه. وهذا من المدينة. مبول حيش مبول حيش مبول حيش ما يخدر شكاها ما تشوف ما تسمعوش كامل نعم نورما مو يخدو العبرة على هاد الجوار الإكسبريمونتي اللي عنا اللعابين مع المحترفين الأقدمة يخدو العبرة عليهم وإن شاء الله يكون لينسجام ويدخلو قاع في صف واحد نعم بالحديث بالحديث شكينا نقطة هادية الليك تحكي فيها بدو من الأول دقيقة تسمع بدو من الأول دقيقة على المباراة بدو ي ومع الحاكم لو كان كنا خاسرين شكنا نقطة هادية حتى من الجانب تونسي نعم من الجانب تونسي من الصح الحاكم ديجاء اللعبيرت يسمى له ولم دهل بالليلي قالوا دهلوا انجاز بش مزيشي راكلامي حمطني في الكواليش فكتلك أخيوص فكتلك في الكواليش دقيق يبدأ يبدا 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 بلما أبدأت تبدأ أو اللي حدث بالفعل وكيو واسه أدك واني حدث نعم أنا أظن الهدف الأول ما هو كرة ثابتة مخدوم مئة بالمئة محلي يعني أبريت روافاس بجال أبريت ديباس بجالوبيت سيباسي تيباون ديه ديركت كوفرون ديركت بالعامري بالليلي بالعامري لكن الكورة كانت تابتة كانت مخالبة ما شاءت يعني ما حاش ديرك ديبي نعم نعم موريطانيا موريطانيا كنت قلت لك أن رايس مبورحي أحسن حارس في الجزائر ما تخذوش العامل السلي عنده هو الحارس قد ما يكبره هو الشيخ جمال يقول له قد ما يكبر قد ما تزيد فيها ثيقة يلوثيق في نفسه لا بروف المقابلتها اليوم وش كان يعني وش أدى يعني دور فعال والمدافعين لما يشوف الحارس تاو حقدك يعني بهذاك النمط وهذيك القيمة في المقابلة راح تزيد فيها ثانيك المدافع وهذا شيء أنا ملعبش يكون هدي بيرولا هاو الأخ جمال في الدفاع ويتكلم لك على الحراس ثاني يعرف يعني كتير وللأخ جمال هذي الحوايت نعم فضل فضل السب صح واش قال خويا النصر صح على بيلك الحارس المامة هو السيرونس هو التأمين تلك يكون عندك كان قارديان بيوت لي أمنك خلاص ومبعدتك شنها تخلف المباراة أول كرة كانت أخطة شوف رايس المبول حينها هضرت عليه كذلك عندها بزافة شوف شوف أخي يوسف شوف الدور التالي المدرب المدرب الحقيقية اللا بات اللي قولك اللا بات دول انترينر هدا مبول حي وانتراوه وانتراوه مبول حي مع المدربين السابقين وانتراوه ما يعرفش أو يلعب مع صحاب القنور أو يلعب مع أكدا معه غارديان بيت موالوه وداروه نس مقبل منه وداروه اللخره ونحاوره لا في بعض الفتره تشوف نتكلموا صراحة في بعض الفتره مثلا في فتره فيض الويزيج حليلوزيج دعم أمبولحي كان من دون فريق حليلوزيج أساسي في تلك الفترة كان فوزي شوشي بمردود خرافي في الملودية لكنه لم يستدعى ولم يكن حاضرا في المنتخب أمبولحي قد دعوه من طرف حليلوزيج ومن طرف روراوه وبقي في مستوى نعم في فترة رابح ماجهر أمبولحي كان من دون فريق قبل أن يلتحق بالفريق السعودي وبالتالي قد تومد على فوزي شوشي الذي قد عانى من الكثير من الضغوطات عندما يكون حارس المربى من دون منافسة يكون بعيد عن المردود الكبير الذي نراه في رئيس أمبولحي إلا رئيس أمبولحي الذي حتى من دون فريق يقدم مستوى خرا جمل بالمضي لما استدعى لأول مرة من بولحي كان عنده فريق من بولحي نعم كان في الاتفاق كان في الاتفاق الحالي الحالي وما كان شي لعب بزا في أخي الكارتة وهم وموندوني لا لكن كان كأساسي كان كأساس ما كان شي لعب في نادي الاتفاق لا لا ما كان شي لعب لا لا نقول لك نتبع ما عدل إصابات خليناها لا 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 ما دون منا مشكلتنا ولا عبش عندما أن يمتاع لا حال ゆهما قال والادل وitäten قالوا يلي خَقَلوا يلو رميوا وخدموا منه ودعموا وخدموا منه اليوم c'كつ comport من المترجم للحياة نعم اليوم بالحياة يأخذ السن كما يزيد فلا كنفيانس يزيد فلا سيرانس يزيد فلا سيرانس يزيد فلا سيرانس سوف كيسوا سيريول يجين دو فيتا والأخير والأخير زوف العبين كوب ديومان ده قريب كارون دوزان نعم تانو ثمانين هل ترى صفيان عطف بأن نبول حيسا يبقى حاضرا في طبعا المنديال القادم لا غبار عليها لكن المنديال اللي بعده هل ترى بأنه سيكون حاضر الله أحب بهذا المستوى الله أقول لك هذا الحارس قدما يكبر في السن ستكون عنده خيبرة لا ولكن ربعين سنة هذا ليس بوفون وليس ضغط وانا شفنا مرحوش لبوفون وانا شفنا بطول العالمية 43 سنة حضاري هذا حضاري كارون تروزوا لعب كل ديمون وتإرميناه من الملعب لا ليش تإرميناه من الملعب سيتي كابيتان ديكي بيتيتول كابيتان ديكي أنا أظن رئيس بولحي نظن بالك بعد الكأس العالم ما تكون يحضر ما نقول لك شي يتنحم من المنتخب يحضر ما عندها حانا شفنا الخطرة دخلها هديعا كلا استدعى لحارس تدية هناك مواهب شبه في الجزائر هذه نقطات تسمى باش يلحق ميصاج باش الناس تعرف كما قال جامل بالماضي كيجا في الخطرة اللولة قالوا من عنده الأس دوز يلعب ورانا شوفوا فيها كما قال يا جامل الجامل تعرض للتهميش هل بيك الحاجة اللي رح تخلي مبولحي يعاودي ولي بقوة للإشارة للإشارة اسمح لي في الفترة اللي تحدث اللي تحدث عليها أخويا صفيان والأستاذ جامل مبولحي كان في أحسن مستوياته عندما أتى جامل بالماضي لكن جامل بالماضي لا يعترف باسم اسمه فوزي شوشي أو حارس آخر مع أدن بولحي لكن مبولحي كان في أحسن مستوياته يعني جامل بالماضي كان ملزما باستدعاء رئيس وابن بولحي ولابح ماجر كان سيستدعي مبولحي واستدعى مبولحي الذي ربما من عصة نفسه لم يستطع أخوضه كان هناك عدة مشاكل على أدن بولحي كانوا حبين يخرجوه بلطيت بوغت وهذا الشيء اللي يعمل لكن يقول لك عندنا ناخب وطني ذوي مستوى عالي حتى هو المغوش هو المغوش هو المغوش ولكن عنده النظرة واللمسة دياله جامل بالماضي ما يقول لهش هذا مليح وهذا ماشي مليح راي يخدم برايو راي يخدم باحترافية بوطنية من الأوائل في العالم بالنسبة بالماضي راي هم كلاسي بور المومون كاتري يا مومون دونتي لا تحبوا ولا تكره عاود أحيان بولحي عاود رجع له هذيك التيقة وم بولحي لو كان ي إن شاء الله يا أنا مدابية يكمل كما حتى يكونوا ديجان مراهلي يعني يخدمونا وش خدم من بولحي حتى ما نقللش من المدربين من الحراس الكبار أمتاب سرباح ومصردين الدريد جاتنا كما يقول له فرصة العمر بولحي إلا تودوني باش يلحق لهذا المستوى ولي زادوا زادوا الناخب الوطني اللي عنده روح وطنية ما يسمع له حتى واحد بطينا عطاف عندك إضافة؟ أنا نظن مبولحي استادر شافوا سيريو شافوا إنسان متخلق متربيع باك مشي غير كرة القادم ولا عنده لي كاليتي وعنده لي كيمية قولت لي موايا باش يقدر معانتها شوفنا حتى ثناء الدفاع وهذه لاحظتها مثلا عيسى مانديو بالعمري مع مبولحي ومع وكيد جفر كبيرة نشوفوا تفاهم حتى في الكورات العالية تفاهم كبير وتناغم بين هذا الثلاثي هنا نقول لك مبولحي أنا شبنس هو اللي يروي يمشي فيهم نونك يسمع له هو يعرف وش كاين الحارس هو المدرب الثاني داخل أضيف الميدان هو المدرب الثاني هو لو يشوف اللهم نونك جامل بالعمري أنا نظن وش يحكي معه حي يسمع فاسك روي جديد في المنتخب وراوحاب كما يقالش يمقبيلا يلعب قلب ويلعب أو حاب غري يسمع يفونسي نعم ماندي لاعب محترف ومعنا تلعب مع مبولحي عنده إحتيكا كمعه يسمع يعرف يعرف خباياه ويعرف عقليته يعرفه بعضا نونك أنا نظن بلي مبولحي هو اللي يجري اللذي يفونسي نقطوك من جانب الخبرة أيضا شفنا صوفيان فغولي وبعض الأسماء أستاذ جمال التي تعبت نوعاً ما في نهاية المباراة طبعاً كما فغولي بالإضافة لدينا وثانياً ما يلعب هذه الفطرة الأخيرة هذية ما يلعب في فريقه وشفنا بان شغولي رابترين بدبوا مناو دونك الأداء الأداء ديالو اليوم فوق فوق الميدان بان بان موش الأداء تاع فغولي اللي كان اللي يكوفري يكوفري كولوار لكن المركز كان متغير نوعاً ما كان متغير كان متغير كان متغير كان هجومي نوعاً ما اليوم نظن ما مديمال بالمضي نظن دالو فارد المنصب هذا ومفنكسون دو 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 ما ما يقدرش ما يقدرش يحكم تسعين دقيقة وريتم ريال تاع المقابلة ما وش يلعب عندو لطن جو ناقص بزاف مال قريصة دخلوا دخلوا على زينة تريزة انتليجونسة انترينينا الله غير لها تبارك الله صدقني لطن جو نظر ومضي لطن جوان لا أعب logo في ح visогодrès الرج Leg themes يزال على على رقما لأنه التي يطاق عليك اشترك رجاء ليش نفس شخص يvine Gel весьüyor الذي يطلب حج والله ي journée لا أنه يناول ي plague ع viel يتبوري بالعماد إذا كنت تشاركون نفسه ало أيضا يנה بداية في سطن ديربي، وعلى باللو يشيط مكرا مغرب، وعلى باللو يشيط مكرا مالغرسل، دخلو هذا يوجد لما يدخلو، كي يجل طبين يغاون، إبقائه حياة، ل merchandise لتشاهد الثاية، ودخلو الناس ودخلو للتقط . وخارجو نفاتل قد يكون منفروه، يجب أن تدخل الاناليزة إنسان يقبلها لدينا المنطقة يتحدث مثلاً، صوفيان فاغولي في وجود أسماء كبيرة في المنتخب مثلا يوسف الليلي الذي عندما كان غائبا صفيان فغولي كان هو رقم عشر والبعض من المناصرين قال لك بأنه بالليلي العاشر هو اللي يجب أن يحمل رقم عشر بالماضي أعطى رقم عشر لصفيان فغولي وهذا دليل لأنه فغولي هو رئة المنتخب وهو الذي يعتمد عليه في كلها Film Courier دعوك منظرون فكورة القادمة هناك فكورة القادمة تقيق هالي لها كنفيانس هذه كنفيانس لو كان تكون عندك ويعطيها لك المدرب تنحيها لك ينحيها لك والله تقول انت هو بميسي مخلط الماردونه والله ما تنجح فمني مليح وانا باسكول ستان ميساش بروفو فم الدور هنا 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 المشاهدين الكرامة مالغريك يقولك بان فاريخ سيفري اللعب هو اللعب في الميدان ليس المدرب ولكن الريزولتات اللي ران نديرو فيهم النتائج اللي ران نديرو فيهم سيلا بادلون طريقنا نعم ونبقى في المدرب قبل ان نختم استاذ ناصر من تتوقع ان يكون ان شاء الله كاساسي في وسط ميدان المنتخب الوسط ميدان هو اللي شفناه ربما الثلاثي اللي كان يتغير هو ثلاثي وسط الميدان في المنتخب في ثلاث مباراة هل ترى بان الثلاثي الذي اقحم اليوم في مباراة تونس ستكون له نسبة كبيرة ليكون كاساسي مستقبلا كما قال اخويا جامال المدرب هو ادرب هاتشي ولكن حسب نظري ما هوش هدا خاصة بوجود بن ناصر ما هوش هداه هو ثلاثي رح يكون في وسط الميدان وجود بن ناصر ما هوش موجود فاغولي ما هوش في احسن احواله وباش يرجع الوسط الميدان كما قال اخويا جامال لي فاتك بحيلة ها هوش بدها النقص المنافسة لا فريشور فيزيك ما كيش عند فاغولي بالصح بالك بلي ماتش بالك بلا كونفيونس بالك يكونك فريق مليح رح يقول لي فاغولي الوسط الميدان مع ابن ناصر وقديوه وليما لا بالقبلة اللي عمل المقابلة كبيرة اليوم وليما لا البتيجان البراء هذه اللي عندنا لابوش بوداوي زروقي وليما لا هو وليما لا عبيد لي بلاسو سانشير ونكيب ناسيونال منفقه شكرا للدولة لأول مرة اعطاوه المدرب صلاحيات كاملة هاد الشي اللي ما شفتوش انا في عمري واش عمري ما شفتوش طول حياتي اول مرة مدرب يمتاز بالثيقة الكاملة اعطاوه لقع الصلاحيات ما كيش اللي يدخلوا في العمل دياله ما كيش اللي يوري له لا هادام مليحوا هادام عندو انسطاف تيكنيك ويتحاور معاه ما عندوش هان غرون جوار كون محرزوا يقولوا لا فلان مليحوا ولا ماش يمليح والفهم يفهم خويا انا نقول لك هاكذا ونتفهم عطيهول يفهم والله لا قرأ هادي من اخر الكلام ما عندوش محرز في السيتي قالوا ميرجو وارتعنا ورح يقولوا يا محرز واش تقول على جامل نسيه ولا كذا عندوش هادي عندو انسطاف تيكنيك يخدم معاه الى ديسيزيون الاخرى تولي البل ماضي والقرار الاخر يعود لي بالتوفيق ان شاء الله قبل ان نختم ايضا سوفيان عطاف شاهدنا جامل بالماضي لم يقم بالتغييرات فياته المباراة هل ترى بانو كان متيقن مئة بالمئة بانو هذا التشكيل بالذات كانت قادرة تسجل الثالث والرابع وربما الخامس امام المنتخب التونسي لو لا ربما وسط ميدان المنتخب التونسي الذي بات مملؤا باللاعبين وهي نظرة تكتكية للمدرب التونسي ومن حسابه شفنا المباراة المباراة شفنا حنا ضيعنا الهدف تالت والهدف الرابع والهدف الخامس شفناهم شفنا الاخسيون تاع بونجاح وين لازم يتيري رحمد الفاغولي وعود خدمة اندوب ديجا كانوا ما تحقش بها تما كان لازم يتيريها فاصو بيت شفنا الاخسيون تاع فاغولي لم يكن هناك دوزين فوتو هذا كالكوفران بالليلي شفنا عدة فرص اللي ضيعوهم كانوا قادرين يقتلوا المباراة في الشوط الأول كانوا قادروا يزيدوا بشي يلعبوا أريحية وأكتر نحن نشوف المدرب لو كان خرجوا أربعة صفر كان يقدر يعمل تغييرات يشوف كل لعب بشي يلعبوا أريحية لذلك دوزيرو أنا حسيت باللي المنتخب تخل يضغط في الشوط الأول وحب يربح المباراة في الشوط الأول بشي يكونوا كييني تغييرات نحن مالو لزمو ما شفناش تغييرات كبيرة شفناس ليماني وقديورة قديورة تخل العب عشا تقايا قادر تخرج لذلك النقطة الثانية اللي حكينا على وسط الميدان اللي حكى فيها الشيخ جمال والشيخ ناصر جمال بالماديرا يشوف ما عندوش دوبلور في وسط الميدان بدأوا كين لعبين كما قديورة أو كما فاغولة ما هو أحسن أحوال وروا تسمى حبي يدير لها دوبلور يحب يسيي هدو لعبين معناتها جدد شبان بشي يتعودوا على طريقة اللعب طريقة اللعب والأسلوب اللعب يلا أستاذ جمال دهمنا الوقت لو كان الوقت لا تحدثنا إلى يوم غد أو بعد غد لأنه مردود المنتخب يستاهل كل الشكر وكل الثناء وكل التحليل أيضا يلا تفضل بكلمة أخيرة ربما المتابعين وللعبين الذين يقحموننا ويدخلوننا في تاريخ لم نعيشهم من قبل كلمة الأخيرة وشو نقول كثيرا الوقت الوطن يره في يعني في مسيرة حسنة اللي يصير وإن شاء الله إن شاء الله يخلوا النخب الوطني يخدم أنا يعني رسالة مباشرة رسالة مباشرة وخليوها ترانكل لسيلو ترافاي أو يخدم في أو يخدم في خدمة اللي أنا أقول لك مدرحة مدرب ما رح يديرها ما رح يديرها ما رح يديرها مدرحة مدرب سيوسف نقولها وعلى بالي وشان يقول واني متيقن وشان يقول الخدمة اللي دارها بالماضي في الفارق الوطني مدرحة واحد وانت حدا أي إنسان يقول للمدرب فلاني نعم نتمنى وكل توفيق إن شاء الله اللي يا دي أمال بالماضي واللي المنتخب الوطني يا الجزائري إن شاء الله أستاذ ناصر كلمة آخر شان يقول جد مصرور خاصة بوجوده معكم في القناة الأنوان فعلا حتى الناس اللي راهم يحلوا معنا هادو سيناس اللي تعرف كور تقدم خاصة بعد الغياب تاع أخويا جمال اللي عندي بزا ما شتشف التلفاز كنت نشوفه في شاشات أخرى اللي جد مصرور اللي فادني ونزيد نتعلم من عنده إن شاء الله ناس كما هادو شوف ناس كما هادو على سبيل المثال عبدالقادر حرم وحمد خلوفي سيديز انترناصيون هادو اللي لازم يكونوا في معاونة على الكرة الجزائرية وشكروا جزائر نعم نتمنى وكل خير للكرة الجزائرية ونتمنى وكل خير لمستقبل الكرة الجزائرية خاصة لكم صفيان عطاف ولدوركم الكبيرة من جانب التكويني يلا تفضل بكلمة أخيرة والله نزيد نقطة نضيف نقطة قبل ما نختم المنتخب الجزائر أول في إفريقيا من ناحية النتائج الإيجابية كن كين منتخب كوديفوار واللي كان معنا 26 مبارد بدون إنهيزام نفوقنا اليوم صبحنا نحنا الأولين في إفريقيا وإن شاء الله نتمنى لكل نجاح المنتخب والجامل بالماضي إن شاء الله هربي وفقه وأنا نقول لهم المنبر هذا يخلوه يخدم وقدر يمد معندها الإضافة خلوه الوقت وإن شاء الله يربي ينصرنا وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله شارف لي كبير لني حاضر معكم مع الأستفيدة كوانا صافي بليزير ومبرك علينا ومبرك علينا طبعا كان لي كل شرف بالتواجد مع هؤلاء الأسماء وهذه الأسماء التي أفدتنا كثيرا اليوم في هذا الستوديو التحليلي وكان للشرف ولا يزال للشرف بأن أكون جزائريا وأن أرفع ربما على بلدي عاليا هذا البلد وهذا المنتخب الذي دائما ما يفرحنا بالنتائج سواء كانت في المحافل الدولية أو في المباريات الودية سواء كانت في الجزائر أو خارج الجزائر سواء كانت ليلا أو سواء كانت نهارا سواء كانت في إفريقيا أو خارج إفريقيا جمال بل ماضي والمنتخب الجزائري يسقطون الكبار والصغار في العالم ككل وليس في القرى الإفريقية نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى أن تبقوا أوفياء أيضا لقناتكم قناة الجزائر أنوان ولبرنامجكم واشقالوا مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا لمسك الختام فأخروا الكلام سلام سلام الله عليكم اشتركوا في القناة